تضعينا في تفاصيل الوقفة الاحتجاجية وما الذي دفع الأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لخشية توقف التحقيق أو تعطيله مرة أخرى نعم الأهالي نفذوا هذه الوقفة تحت شعار أطلقوا سراحة تحقيق لأنه منذ نهاية شهر كانون الثاني الماضي تم أطلاق كل الموقفين في جريمة المرفأ وذلك بقرار صادر عن مدعي عام التمييز المتنحي أصلا عن الملف لذلك يعتقد الأهالي بأن هناك قرارا ما ربما لطي هذا التحقيق وعدم البت به اليوم وبالتزامن مع اجتماع مجلس القضاء الأعلى حضر الأهالي إلى هنا ونفذوا وقفة والتقوا برئيس مجلس القضاء الأعلى القادي سهيل عبود لسؤاله عن مجريات التحقيق وما يمكن القيام به لإعادة تحريك هذا التحقيق سوف أسأل المحامية سيسيل روكوز وهي أيضا شقيقة الضحية جوزيف روكوز عن اللقاء الذي جمع وفدا من الأهالي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القادي سهيل عبود أهلا فيك سيسيل طمنكم القادي عبود شو رح يصير بالتحقيق نحنا حملنا هواجسنا لأنه نحنا شايفين أن الدنيا كلها واقفة ومعارقلة يعني أطلقوا صراحة الموقفين بشكل غير قانوني ممثل الحق العام غسانع ويدات ووقفت الدنيا هنا حملنا هواجسنا وطلعنا لعنده لأنه نحنا منعتبر أنه لازم يليقولنا حلول القانون مش لازم يوصل إلى حائط مستود قالنا أنه نحنا الأشياء عم تمشي أنتو يمكن ما تكونوا عارفين بس نحنا الأشياء عم نمشيه وفقاً لأصول سرية يعني القادي عبودة دعا على الرئيس بيطار باختصاب سلطة ومنعوا من السفر ليك المسخرة يعني وصلت لهذه الدرجة هيدا الأمور بتكون هي سرية سو مش نهيكي عم بقلنا أنه الأمور نحنا عم نجرب نلاقي حلول بس هيدا ملف متل ما كلنا صرنا نعرف ملف شائق جداً داخلي فيه سياسة داخلي فيه دول أجنبية يعني الأمور عم بتكون ماشية على الهدى وعلى طريق وفقاً لما قالنا الرئيس سهيل عبود عم بيمشوا فيه بشكل بين السطور يعني تحقيق سرية لبت ادعاء القادي عويدات على القادي البطار ترجع القادي البطار يقدر يكفي شغله هيدا هو المقصود كان من كلام القادي عبود نعم هو بيقول أنه بهيدا الموضوع بمواضيع أخرى عم بيجربوا يلاقوا حلول كيف يمشوا حتى الهيئة العامة أو الكودات يعني فيه عندك عدة حلول ممكن أنه عم بيبحثوا فيها وبموضوع أنا عم بيقولك بموضوع اختصاب السلطة القادي اللي بيكون عم بيحقق بهالموضوع هو بيكون تحقيق سري في مهلة معطاة أعطاكم إياها للانتهاء من هلو نعم مهلة بس نحنا رح نضلنا بتحركتنا ما رح نقبل أنه نقعد بالبيت ونتركن هيك السلطة السياسية فسادة وصل أنه الموضوع المرفق هلقد مستهترين أنا بدي أقولك هو الادعاء على كل المسؤولين باحتمال القتل القادي بس هن بيقولوا هيدا إهمال وزيفة أنا بدي سلم جدل إهمال وزيفة على سبيل البحث هيدا الإهمال قدأ إلى مقتل كل هالعالم وتدمير المدينة إنه هن هلقد شايفينه قليل هلقد شايفين إنه دم إخواتنا ودم المدينة بيستهتروا فيه بهذه الطريقة لا عنديك أمل تصالوا لنتيجة ورح تروحوا شي على خطوات خارجية نحنا لو ما عنا أمل إنه بدنا نضلنا نتحرك كنا قعدنا بالبيت عنا أمل بيضال فيه قوضاتنا زهين وشريفين بيضال فيه عالم شايفين إنه الدم اللي انهدر أربعة قاب مش لازم حدا ينسى نحنا كيف كنا عم نفتش عا إخواتنا وكيف ماتوا بلا سبب فيه قوضات إشعين بعضهم هالشي وبعضهم نحنا مستمرين بهول القوضات الشرفة ودوليا عم نتحرك كل الأهالي عم يتحركوا دوليا بنتيجة شفتوا أنتو 38 دولة عطيوبيان اعتبروا فيه أنه التحقيق بلبنان هو العرق الممنهجة ولازم يكون التحقيق شفاف مشان هيك أنا عم قليك أنه فيه أمل شكرا سيسي شكرا لأيك إذن الأهالي يواصلون سيواصلون وقفاتهم هنا في لبنان من أجل دائما المطالبة بتحريك هذا التحقيق المجمد في جريمة مرفأ بيروت والتي وصفت بأنها جريمة العصر كما أنهم يعولون على تقدم الموقف في مجلس حقوق الإنسان في جناف بحيث تسجل خطوة ثانية بعد البيان الذي صدر عن 38 دولة إلى قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية شكرا كولوديا بحن مراسلة الغد من أمام قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت شكرا للمشاهدة